وصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقد جلسات النقاش حول الحوار الوطني في دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة وذلك لليوم الرابع على التوالي وعقد النائب عمر عزة حجاج وكيل لجنة التاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاء جماهيريام عدد كبير من السيدات في بولاق الدكرور وذلك حول دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني وبدأ اللقاء بتأكيد النائب عمر عزة على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة دائما على التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصرية والاستماع لمطالبهم وأرائهم المختلفة